تفاؤل الشرعية واضحة والفأل قد يكون منه الفأل الصالح أو الفأل الآخر قال عليه الصلاة والسلام لا عدوة ونطيرة ويعجبني الفأل الصالح فسره بالكلمة الحسنة رواه المخاري فالفأل الصالح مرت أمثنته ولو خرج من بيته فسمع شخصا يقول يا غانم أو ذاهب لعقد صفقة فسمع شخصا يقول يا رابح ونحو ذلك فاستبشراء مريض خرج ليسمع واحد ينادي الآخر يا سالم فانشرح صدره لذلك فهذا شرعي هذا مستحب أما المذموم فهو أنواع ومنها أن يسعى إليه الإنسان ويتقصده ومثال ذلك رجل يريد أن يقدم على مشروع معين فيتقصد أن يفعل شيئا ليتفائل به كأن يقول فلأسأل أول واحد ألقى في الطريق عن اسمه أو أفتح كتابا وأنظر أول كلمة تقع عليها عيني هذا التعمل ليس تفاولا شرعيا قال الطرطوشي رحمه الله وأما إذا قصد سماع الفأل ليعمل على ما يسمع من خير أو شر فلا يجوز لأنه من الأزلام المحرمة التي كانت تفعلها الجاهلية وهي قداح يكون في بعضها إفعل وفي بعضها لا تفعل والثالث لا شيئ فيه فإن خرج إفعل مضى وإن خرج لا تفعل رجع وإن خرج الذي لا شيئ فيه أعاد الاستقسام هذا الاستقسام بالأزلام الفواكه الدواني قال ابن حجر فتح الباري الفأل الحسن شرطه أن لا يقصد فإن قصد لم يكن حسنا بل يكون من أنواع الطيرة وقال ابن حاج رحمه الله والتفاؤل في الشرع هو الذي لا يقصده الإنسان حتى يسمعه ابتداء وأما من يقصده فليس من التفاؤل في شيء المدخل من صور التفاؤل المذموم يريد أن يقدم على عمل أو تجارة أو زواج فيفتح المصحف يقولون فتح المصحف للتفاؤل إذا رأى آية مثلا آية في ذكر الجنة استبشر وأقدم وإذا رأى آية في ذكر النار أحجى مرجع قال الطرطوشي رحمه الله أخذوا الفأل بالمصحف والشعر ونحوه حرام وهو باب الاستقسام بالأزلام وقال الشيخ السلام تيمين رحمه الله وأما استفتاح الفأل في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء وقد تنازع فيه المتأخرون وقال فإن هذا ليس من الفأل الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفأل الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله فيسمع الكلمة الحزنة التي تسره اتفاقا اتفاقا مثل أن يسمع يا مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك مجموع الفتاوى قال الشيخ العثيمين عن استفلاح مصحف إن هذا يشبه أعمال الجاهلية من ضمن الأشياء أيضا السيئة والتفاؤلات غير المشروعة التفاؤل بالأرقام وهذا شيء ما أنزل الله به من سلطان فمنهم من يرى أن رقم سبعة يجلب الحظ وثلاثة عشر يجلب السوء والأبراج برج الحمل رقم الحظ أربعة يوم السعد الأثنين برج الحوت رقم الحظ سبعة يوم السعد الثلاثاء أكثر الأرقام حظا سبعة وتسعة وعشر وعشر وعشرين ونحو ذلك وهذا ما يفعلونه في قنوات الدجل قنوات الشعوذة قنوات الكهانة قنوات السحر التي تبث على الناس بعضهم يتفائل بشهر معين أو يوم معين ينشئ به أعمال أو تجارة أو يتزوج به وانظروا لما تخلو الحياة من العقيدة الصحيحة ماذا يحدث دراسة أن كثيرا من نساء الصين يلدن بالقيصرية يرغبن في ذلك لأجل أن يأتي المولود في يوم محدد تعتقد المرأة هذه أنه يجلب الحظ إذا ولدت فيه والسعد لمولودها وأفادت صحيفة شنجهاي ديلي في مدينة شنجهاي أن النساء الصين يفضلن رقم ثمانية ويعتبرنه جالبا للحظ ونقلت صحيفة عن امرأة صينية في الأيام الأخيرة من حملها قولها أن أمة اختارت لها التاريخ الثامنة أو ثمان دقائق يوم الثامن عشر من شهر الثمانية ليكون تاريخا لوضعها يعني وتذب وتلد قيصري وشيء غير طبيعي ومكلف على عقيدة فاسدة وبعضهم يتفائل برقم خمسة ويعتقد أنها تدفع الحسد ونحو ذلك وبعضهم يتفائل بصوت يحصل في الأذن من نوع الطنين مثلا وإذا طنت اليمنى تفائل طنت اليسرات شاء حكت يده اليمنى قال سأستلم فلوسا حكته الشمال سأصرف الله يدفع الشر ونحو ذلك فإن قال قائل ما حكم عبارة فال الله ولا فالك سئل الشيخ نعثيمين رحمه الله عن هذه العبارة فأجاب هذا التعبير صحيح لأن المراد الفأل الذي هو من الله وهو أني أتفائل بالخير دون ما أتفائل بما قلت هذا هو معنى العبارة وهو معنى صحيح أن الإنسان يقول الشيخ يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله سبحانه دون أن يتفائل بما سمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه انتهى كلام الشيخ رحمه الله وقريب من هذا قول بعض السلف عند ذلك طير الله لا طيرك وصباح الله لا صباحك ومساء الله لا مساك مفتاح